يواجه قطاع غزة نقصا حادا في مخزون الوقود في غزة كما اقترب مخزون الاكسجين في المستشفيات بالقطاع من النفاذ مرة أخرى إلى جانب شح شديد في الطعام يأتي هذا في حين توصل مصر جهدها في فتح أبواب معبر رفح لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين فضلا عن تقديم المساعدات الإغاثية للقطاع المحاصر أربعة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عدوان خلف وراءه آلاف الشهداء والمصابين ليجعل ذاكرة العالم تسجل وتحفظ العديد من الصور المؤلمة في أذهان وقلوب الشعوب المتضامنة وعلى رأس هذه الشعوب يأتي الشعب المصري الذي فتحت قيادته أبواب معبر رفح البري منذ اللحظة الأولى للعدوان لاستقبال الجرح والمصابين الفلسطينيين ليأتي الأطفال والرجال والنساء محملين بقصص ومشاهد لا تنسى واثقها هذا الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة الذي لم يفرق بين صغير وكبير باحثين عن ما يداوي جراحهم وآملين في العودة مرة أخرى لأرض مستقلة وآمنة أنا بشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة طبعاً من كل قلبي وبشكر كل الطواقم اللي استقبلتنا سواء على المعبر من دخول جمهورية مصر العربية الشقيقة وحتى وصولنا مستشفى بورس عيد الرماد وكل الطاقم الموجود فيها بشكر كل جميع الطاقم المصري كل طاقم المصري بشكر وكتير السلام وبشكر كل طاقم الطباء كل العريش وكل ما حملنا على رأسه كل الشكر إله والله يعطيكم الصحة يا رب أما هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين يتساءلون بأي ذنب قتلت براءتهم وأحلامهم في العيش سالمين آمنين وجدوا من أرض مصر مساحة يضحكون فيها ولا يبكون ليجدوا من أشقائهم كل الدعم النفسي والإنساني في محاولة لتخفيف أهوال ما رأوه جراء العدوان السافر على أراضيهم في قطاع غزة كان بابا قال لي كان رايحات دكانة وراح يجيب سكر واني رح تلحكته وقال يا أخي أمحمد قال لي قال لي ما تطلعش وراح تطلعت وقال لي عاديها لبابا عجل يتكلم مع أصحابه صارت الدربة أنا منطقة اسمها درب بلح كنت أنا وانا عند أمي عند ماما وبابا وبلعب قلت صار القصف لي كنت جريت جريت لي آجات نشاضية وصحيت لقيت حالة في المستشفى بعد العملية ومتغرز وأقول جنبي دور كبير تقوم به مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين باستقبال المصابين والجرحة في المستشفيات المصرية وتخصيص وحدات سكنية للمرافقين والعالقين وتجهيز واستقبال وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري الذي دخل من خلاله أكثر من تسعة آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية وعلى الرغم من أن هذا لا يكفي بسبب الإجراءات الإسرائيلية على هذه الشاحنات لكن لازلت مصر تواصل جهودها حتى الوصول لوقف إطلاق نار كامل ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وأن يكون هناك قرارات تشفي صدور قوم لم يذنبوا ولم يطلبوا شيئا أقصى من التمسك والعيش على أرضهم بعد عودتها لأصحابها محمود جميل التلفزيون المصري